أكدت وزارة التضمن الاجتماعي أنها تولي اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الهمم حيث تسعى لتعزيز الوعي المجتمعي لدمجهم في المجتمع وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة أشارت الوزارة إلى قيامها بالكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة والتابعة لها للفئة العمرية تحت سن أربع سنوات كما تم تنمية المهارات اللغوية وتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال المراكز اللغوية وعددهم 73 مركز على مستوى الجمهورية حيث بلغ عدد المستفيدين 8400 مستفيد